على محمد وآل محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مناشدة من أولياء الأمور من الصفوف المنتهية وهم الثالث المتوسط مناشدة إلى وزير التربية إلى وزير التربية بأنه يقبل القرار دور الثالث أستاذنا العزيز وصل الأمر أنه للطلبة جاي ينتحرون انتحار الطلبة والناس تريد من عندك أنه تنظر النظرة عطف ورحمة أبوية أنه من أجل هؤلاء الطلبة أنه يعيدون الدور الثالث أو تقبلون بالدور الثالث وأنتم في بداية الأمر في بداية الأمر أنه أنتم رضيتوا بهذه القضية والدور الثالث السنوية هو موجود كل سنة موجود وسحبته أموال أنه أعتقد للطالب 25 ألف دينار لكل طالب أنه حتى أو يتقبلون بالدرسيا يعني سحبته 50 ألف دينار وبعتها رفضتوا هذا القرار أخذتوا فلوس الناس ورفضتوا هذا القرار ليس مهمة لفلوس المهمة الطلاب إحنا نريدها تنجح لأنه أنت القرار في بداية الأمر وقعت عليه ووقعت عليه التربية وكل الطلبة جاي تقرأ ومنتظرها منتظر هذه القضية يعني أنت تعرف أسباب أنه قضية كارونة اللي هي حتى من الطلبة أو التدريس يعني من الصعب أنه الطالب ينجح يوصل به أنه يحصل شهادة الثالث متوسط أو يحصل السادس خلف الله على الانترنيت وخلف الله على بعض المعاهد جاية التدريس فيا أستاذنا العزيز انظر إلى الناس انظر إلى هذه الطلبة نظرة عطف ورحمة وجزاك الله ألف خير أنه تقبل يكونون أنه يمتحنون الدور الثالث ونسأل من الله سبحانه وتعالى أن يحفظ العراق ويحفظكم بحق محمد وآل محمد لا تنسونا بأفضل الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا